ينعش الأمال لكن الخسارة إذن تقلل من حفوظ هذا الفريق بالوصول إلى البطاقة الرابعة للمربع الذهبي فريق نادي الزاخو بوجود إيساك بينغيس اللي الآن ينجح يسجل نقطتين هي النقطة الخامسة لفريق نادي الزاخو مقابل أو النقطة السابعة لزاخو بدون أي نقطة حتى الآن لفريق نادي الدفاع الجوي اللي يمتلك أسماء كبيرة أمثال إيهاب أحسن فريد رعدي حمو محمد أمين عبدالخالق وعبس وبقية الأسماء المحلية إلى جانب المحترفين نيكولاس ويكنز وتاتي في تشكيلة فريق نادي الدفاع الجوي لقود الكابتن الضالغانم بالمقابل قود الزاخو المدرب أصر بميلاني سعد جوتيار علي مشرف الفريق الكابتن عبدالستار علي جاسم لدي أسماء محلية مهند عبدالكريم محمد ضياب محمد حسن جقر علي مراد علي محمد علي عادل عباس زنار هشيار عمران إبراهيم سوفيان إبراهيم ومروان إبراهيم إذن عائلة أهل إبراهيم متواجدة في تشكيلة فريق نادي الزاخو إلى جانب إيساك بنقز المحترف الأمريكي والأمريكي الثاني السيبي يلكر السيبي القادم من الدوري البلغاري هذا هو السيبي لاعب فريق نادي الزاخو سبع نقاط مقابل ثلاث في الكوارتر الأول من زمن الشوط الأول من هذه القمة السلوية العراقية إن شاء الله نتابع لمسات إن شاء الله نتابع رميات ثنائية وثلاثية في أجواز مباراة التي قد تكون مثيرة بتفاصيل الفنية من خلال السكور العال في هذه المواجهة من جديد رمية الثلاثية برافو ثريت بوينت لصالح فريق نادي زاخو سجل مراد تألق هذا اللاعب المميز كما تألق في المباراة السابقة لكن اليوم بدأ بدأ صعب من خلال رمية الثلاثية أولى لهذا اللاعب وردت فعل برافو للاعبي فريق نادي الدفاع الجوي سجل ينجح اللاعب تاتي المحترف الأمريكي تاتي إليكسز سجل نجح بردت فعل بثريب بوينت بلقطة جميلة وبرابو الله الله على الثلاثيات كوارتر أول مليء بالثلاثيات ردت فعل أمريكية لصالح زاخو سي بي تألق نجح وبالتالي يستعرض وبالدقة عالية سجل ثريب بوينت في اللقطة الماضية ثلاث عشر مقابل ست نقاط في الكوارتر الأول مع تايم آوت وقت مستقطع دقيقة واحدة ستين ثانية مباراة جميلة منذ البداية العنوان والمانشبت رميات ثلاثية إن كانت لزاخو أو لفريق الدفاع الجوي من خلال اللقطات الماضي تابع هذه اللقطات الجميلة رمية ثلاثية لسي بي وهنا أيضا سجل إيساك بينغيز من خلال اللقطة الماضية لفريق نادي زاخو وردة الفعل الأمريكية للدفاع الجوي من تاتي لدينا التاتي أليكسز في تشكيلة الدفاع الجوي والثاني المحترف هو نوكولاس ويكنز برقم 15 في تشكيلة الكابتن نضال غانم لديه مياب حسن فريد رادي محمد أمين عبدالخالق حمو محمد ضياء مادي حسن محمد عباس أحمد جمعة عالي محمد عباس أمجد عثمان حيدر حسين حسين فاضل هذه القائمة الكلية للكابتن نضال غانم وهناك أيضا طاقم التحكيم دكتور علي السموم والحكم الثاني دكتور محمد حسن شعلان والحكم الثالث الدكتور مؤند جواد المراقب الفني الكابتن جواد حسن على الطاولة وسام محمد كمسجل أهرمان نادر على الـ 24 ثانية ديلير زينل كحكم طاولة ميقاتي وسنار الصفا كمساعدة للمسجل في هذه المواجهة كل التوفيق للطواقم التحكيمية حكام الثلاثة وأيضا لحكام الطاولة في هذه المباراة من جديد لصالح إيهاب ريباوند دفاعي من هذا اللاعب المميز مقطوع من اللاعبي فريق نادي الدفاع الجوي برافو إيهاب يسجل نقطين خلاب السلة بسهولة بننبر سيرو لكن متألق بالعطاء إيهاب حسن يسجل نقطين يقلص الفارق إلى يعني الشاهد الآن 13 نقطة مقابل 8 نقاط 5 نقاط الفارق وهنا الصربي المدرب ميلان مدرب فريق نادي الزاخو بحاجة إلى الانتصار في لقاء اليوم قبل مواجهة القمة مع نادي الشرطة وأيضا مواجهة دجلة الجامعة اللي ينافس أيضا ينافس على المركز الرابع على المربع الثابي مع ثريب بوينت من مسافة بعيدة مراد علي ماذا فعلت أبدعت تألقت تفننت سجلت ثريب بوينت بلقطة جميلة في محاولة والآن ردت فعل أمريكية برافو نجح ويكنز وسجل ثريب بوينت إذن الكوارتر الأول كوارتر الثلاثيات إن كانت لزاخو أو للدفاع الجوي في الدقاق الماضية مع ردت فعل الآن لنادي الزاخو يسيطر عليها إيهاب حسن إيهاب إلى ويكنز توجيهات الكابتن نضار غانب مدرب فريق نادي الدفاع الجوي ويكنز يحاول ريباوند دفاعي لصالح لعبيه فريق نادي الزاخو هذا السي بي إلى إيساك وهناك أيضا جوغر علي كابتن الفريق من جديد المحاولة لصالح إيساك رمية ثلاثية لكن لم تصل إلى السلة متابعة تاتي المحترف الأمريكي يحاول تحت السلة برافو لكن لم ينجح لم ينجح دخل صح لكن التنفيذ السيء في اللقطة الماضية الآن إيساك رمية ثلاثية الله 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 على اللمسة الأمريكية مع تفاعل أنصار ومحبي وعشاق نادي زاخو في اللقطة الماضية بثريب بوينت جديد لهذا المتألق الأمريكي إيساك بينغيس رقم 11 مترين طول هذا اللاعب من موليد 1494 صار لسنتين مع نادي زاخو بالتأكيد يقدم أدا كبير حتى الآن في الكوارتر الأول مع فاول شوت لصالح ويكينز الأمريكي ويكينز على التنفيذ رمية أولى للدفاع الجوي برافو ينجح يسجل يقلص الفارق إلى سبع نقاط لدي رمية ثانية هذا المحترف الأمريكي نيكولاس ويكينز يحاول هل ينجح هل يسجل تألق كثيرا في المباريات السابقة مع غاز الشمال ومع نفط الشمال برافو سجل المرة الثانية الأولى بنجاح ثانية بتركيز عالي بدقة متناهية لهذا المحترف الأمريكي من جديد نادي زاخو ردة الفعل إيساك العلامة الكاملة لإيساك ثريب بوينت جديد لهذا المحترف الأمريكي ثلاثيات على أعلى مستوى لقطات جميلة استعراض للمهارات دقة في التنفيذ من مسافات بعيدة وبالتالي ثريب بوينت كان لزاخو مردد فعل بغدادية للدفاع الجوي يحاول من جديد برافو لمراد علي مراد نجح في الحصول على الكرة ويحاول اللاعب إيساك بينقس للمرة الخامسة تجيل ثلاثية لكن لم ينجح هذه المرة ردة فعل للدفاع الجوي يحاول وهناك خطأ خطأ ضد لاعبي فريق نادي زاخو المستفيد ويكنس الأمريكي ضد هذا اللاعب سي بي هنا إيهاب حسن إيهاب سيكون عامل مؤثر وفعال لفريق نادي الدفاع الجوي في حال حسم هذه المواجهة نجم من نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة إيهاب حسن وهنا سي بي متر وسبعة وثمانين سنتيمتر من مواليد ١٨٩٩ سي بي اللعب مع نادي كوينس الأمريكي اللعب في ألمانيا في أستراليا في بولغاريا ويلعب الآن مع نادي زاخو المحترف سي بي الآن فاورشوت رميتين لصالح ويكنس محترف الأمريكي ثلاث دقاء وثنين وثلاثين ثانية أحبة المتابعي ومشاهدي قناة الرابع سبورت في كل مكان في هذا النقل المباشر من صالة زاخو في محافظة دوك رمية أولى ناجحة ينجح ويكنس يسجل لديه رمية الثانية ليصل إلى النقطة ١٤ ويقلص الفارق إلى سبع نقاط ويكنس يحاول رمية الثانية برافو نجح سجل قلص الفارق وصل إلى النقطة ١٤ مقابل ٢٢ لفريق نادي زاخو زاخو يسعى للتعويض يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية محاولة الآن لصالح هذا الفريق من خلال تواجد مراد علي إلى اللاعب سي بي ينجح سي بي الأمريكي سجل نقطتين ٢٤ مقابل ٢٥ إيهاب حسن هل يسجل ثلاثية إلى اللاعب فريد رعدي رعدي إلى حمو حمو إلى إيهاب مناولات لدفاع الجوي صراع قوي تحت السلة مع رمية الثلاثية الآن لكن لم تصل إلى السلة تاتي اللي مشترك في اللقاء السابق أمام نفط الشمال راح المدرب نضال غانب وفاز في حين الدفاع الجوي على نفط الشمال بمئة نقطة مقابل ٧٩ لكن ويكنز كان موجود في جميع الفترات من تلك المواجهة التي أقيمت في صالة بلادي في مدينة كاركوك الآن بنفس التوحيد أيضا مواجهة نفط الشمال مع الشرطة في كاركوك لكن هذه المواجهة في صالة إزاح من جديد المحاول رمية الثلاثية لم تصل دقيقتين وثلاثين ثانية على نهاية الكواتر الأول الله 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 على المناولة من حمه إلى اللاعب الأمريكي تاتي نجح وسجل نقطين قلص الفارق برافو على المناولة العراقية إلى اللاعب الأمريكي اللي نجح استغل وسجل نقطين وقلص الفارق لفريق نادي الدفاع الجوي 24 مقابل 17 صراع تدريبي عراقي الصربي في هذه المواجهة نضال غانب بمواجهة الصربي ميلان مدر فريق نادي الزاخو لمن الغلب في هذه المباراة المهمة للفريقين فريق نادي الدفاع الجوي للتأمين في المركز الثاني أو الثالث الآن في ترتيب الدوري العراقي الممتاز يبحث عن الوصول إلى المركز الثاني الحجر الشعبي في الصدارة لعب جميع المباريات 23 لقاء فاس في 17 خسر في 6 النفط ثانيا لكن لديه ثلاث مباريات مؤجلة فريق نادي النفط خاض 20 مباراة فاس في 18 خسر في مبارتين وبعد ذلك الدفاع الجوي ثم الشرطة وخامسا نادي الزاخو السادسا نادي دجل الجا من جديد حمو لم ينجح في اللقطة الماضية إلى إيساك يحاول الآن الفريق المستضيف نادي الزاخو السي بي لم ينجح راحت إلى تاتي أليكسيس إلى رعدي مناولات إيهاب حسن رمي الثلاثية الله 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 على الثلاثية ثري بوينت جميل لإيهاب حسن قلص الفارق إلى أربع نقاط لاحظ الإعادة شوف اللمسة وبالتالي دقة في التسديد في التصويب من إيهاب حسن في اللقطة الماضية مباراة جميلة فارق قليل من النقاط من الاسكور لكن في أي لحظة تتغير النتيجة وبالتالي فريق نادي الدفاع الجوي أكيد ضيف ثقيل على فريق نادي الزاخو المثابر اللي يقدم مستويات كبيرة في هذا المنص رمية أولى لجقر علي كابتن الفريق متر وثمانين سنتيمتر واحد من أكبر لاعبي فريق نادي الزاخو من مواليد الف وثمانية وثمانين لديه رمية الثانية الكابتن والقائد جقر علي لكن لدينا في القائمة وهو موجود في دكة القدلاء محمد ضياء مهدي لاعب الدفاع الجوي هو الأكبر السنة في هذه المواجهة 42 سنة كل التوفيق للكابتن محمد ضياء مهدي اللاعب الخبرة وأيضا جقر علي لنجح سجل وصل بفريقه إلى النقطة 26 دقيقة واحدة 60 ثانية على نهاية الكوارتر الأول الفترة الأولى من الشوط المثير عنوان منشيت هي رميات ثلاثية حاضرة بقوة في لقاء الساخ والدفاع الجوي في الكوارتر الأول من هذه المبارة محاولة تحت السلة برافو بهدوء بهدقان إيساك سجل نجح أضاف نقطتين 28 مقابل 20 الفارق الثمان نقاط 39 ثانية فقط على نهاية الكوارتر الأول أكيد ما رح يسكت فريق نادي الدفاع الجوي يمتلك لعبين على مستوى عالي لعبين متواجدين في تشكيلة منتخبنا الوطني كإيهاب حسن فريد رعدي وحمه إلى جانب المحترفين ويكنز وتاتي الآن محاولة لكن أيضا يسيطر عليها فريق نادي زاخو مرافو مراد علي ينجح هذا اللعب المميز سجل نقطتين صارت 30 مقابل 20 9 الفارق إلى 10 نقاط سكور عالي لنادي زاخو وبالنهاية للكوارتر الأول لدينا 4 ثواني على نهاية للكوارتر الأول أحبتي متابعي ومشاهدي قناة رابع سبورت بهذا النقل المباشر لدوري وان اكس بيت للسنة 4 ثواني تاتي إليكسيز على التنفيذ هل ينجح هل يسجل هل يقلص الفارق بالوصول إلى النقطة 21 4 ثواني على النهاية للكوارتر الأول رمية أولى ناجح أبرافو فارق الآن 9 نقاط لديه رمية الثانية تاتي على التنفيذ لاعب فريق نادي الدفاع الجوي رمية ثانية لهذا اللعب لهذا المحترف الأمريكي هل ينجح برافو نجح سجل فرمية الأولى وأيضا فرمية الثانية قلص الفارق إلى ثمان نقاط في اللحظات الأخيرة من الكوارتر الأول هل يسجل نادي الدفاع الجوي ولكن لم ينجح وبالتالي النتيجة مع نهاية الكوارتر الأول بفارق ثمان نقاط ثلاثين نقاط مقابل اثنين وعشرين تفوق لأصحاب الضيافة فريق نادي الزاخ فاصل إعلان قصير حبتي متابعي ومشاهدي قناة الرابعة سبورت ثم نعود في الكوارتر الثاني ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ثلاثية لكن لم ينجح قل عطاء هذا اللعب في الكوارتر الثاني أكس الكوارتر الأول كان متألق سجل أكثر مرمية ثلاثية حمو يحاول لكن أيضا تدخل من اللعب محمد محسن برافو قطع الكرة وكنز الله على هذا اللعب الأمريكي لكن هناك صافرة قبل الوصول إلى الدانك في اللقطة الماضية المحترف الأمريكي إيساك بنكس لاعب مميز في تشكيلة نادي الدفاع الجوي وهناك أيضا تايم آوت وقت مستقطع لدينا خمس دقاق واربعة واربعين ثانية حديث بين الكابتن النضال غانب والمساعد أيضا حسين جمعة ومدرب اللياقة الدكتور فاضل محمد جهاز الفني لفريق نادي الدفاع الجوي وبالمقابل ميلان الصربي الذي يقود نادي الزاخة والمساعد جوتيار علي مشرف الفريق الكابتن عبدالستار علي جاس أيضا اليوم حقق منتخب الشباب على مستوى كرة القدم إنجاز كبير لكرة القدم العراقية بالوصول لنصف نهاية كأس آسيا وأيضا بالوصول لنهايات كأس العالم على مستوى الشباب للمرة الخامس في تاريخ كرة القدم العراقية كل التوفيق والنجاح لكتيبة ليوثرا في دين في بطولة آسيا على مستوى كرة القدم للشباب وإن شاء الله الوصول إلى اللقب الجديد على مستوى تحت عشرين عام هذا الفريق نال معسكرات مكثفة من الاعداد والتحضير وبالتالي رسالتنا إلى الاتحاد العراقي لكرة السلة أن يهتم بإقامة المعسكرات التدريبية لمنتخبنا الوطني لكرة السلة قبل الانطلاق في المشوار في التصفيات النهائية ليس الاقتصار على مباراة واحدة فقط كما حصل قبل انطلاق النافذة الثانية أمام المنتخب الفلسطيني في الدوحة يجب أن تكون هناك سلسلة من المعسكرات من المباريات من أجل قطف الثمار والوصول إلى نهايات كأس آسيا كما حصل أيضا لفريق الشباب على مستوى كرة القدم اللي نال أكثر من معسكر التدريبي وبالتالي هذه الأمور هي اللي يتخلي الفريق يصل إلى النجاح كما وصل هذا التاتي برمية ثلاثية ناجحة في اللقطة الماضية سجل ثريب بوينت وبالتالي قلص الفارق إلى نقطة واحدة خمسة وثلاثين مقابل أربعة وثلاثين خمس دقاق متبقية على الكوارتر الثاني خمسة وثلاثين مقابل أربعة وثلاثين نقطة وحيدة الفارق بعد ما كان ثمان نقاط مع نهاية الكوارتر الأول عندما تقدم زاخو ثلاثين مقابل اثنين وعشرين لكن الآن زاخو حتى الآن بعد انقضاء خمس دقاق من الكوارتر الثاني مسجل فقط خمس نقاط من جديد المحاولة مراد مراد إلى سيبي الأمريكي إلى مراد يحاول مراد تحت السلة أبرافو على هذه المناولة بإمكان تسجيل نقطة لكن ريبان دفاعي من إياب إلى تأتي اللايا ويكنز لمسة ثنائية أمريكية صناعة أمريكية والتزديد والنجاح بلقطة استعراضية لفريق الدفاع الجوي من خلال اللعب ويكنز الآرمية الثلاثية لم تصل إلى حمو حمو إلى تاتي رادي أبرافو نجح سجل قلب الطاولة فريد رادي لعب المميز عرفة جيدا جمهور نادي زاخو لعب فترة قصيرة مع زاخو مع دوك يسجل ينجح يقلب الطاولة إلى تسعة وثلاثين نقطة للدفاع الجوي مقابل خمسة وثلاثين لفريق نادي زاخو في الكوارتر الثاني وهنا تايم آوت وقت مستقطع شوفوا الإعادة لللمس لرمية الثلاثية برافو لرادي فريد رادي ثلاثين سنة متر وتسعين سنتيمتر نجح تألق لكن هذه اللقطة جميلة بصناعة أمريكية وتنفيذ أمريكي صناعة تاتي وأيضا الحصول على نقطين بلقطة استعراضية لنيكولاس أمريكي وقت مستقطع تايم آوت لصالح فريق نادي الدفاع الجوي أدرك بيلان فريق فقد العديد من النقاط وفقد الاسكور والنتيجة بعد ما كان متقدم تراجع الآن وبالتالي التفوق للدفاع الجوي بفارق أربع نقاط تسعة وثلاثين مقابل خمسة وثلاثين مباراة جميلة سجال صراع قوي بين الفريقين في هذه المواجهة الدفاع الجوي والبحث والوصول لوصافة الترتيب وبالمقابل نادي الزاخو من أجل بقاء الحفوظ للوصول إلى المربع الذهبي في هذه النسخة من جديد المحاولة مراد علي مراد لعب فريق نادي الزاخو كان ياترا علي هذا اللاعب دخول تحت السلة يحصل يحصل على رميتين مراد علي كان ياترا اللاعب دخول كان بمواجهة إيهاب حسن نجم منتخبنا الوطني وبالتالي القرار الآن انتقال الحيازة لصالح لاعبي فريق نادي الدفاع الجوي حم إلى تاتي الأمريكي يحاول يعيد إلى حم الله 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 على المناولة سيسترا مناولة بيتقان من حم إلى ياب حسن صحيح إيهاب اللي يسجل النقطين تحت السلة لكن برأي الشخصي اللي يسجل هو حم لأن لعبه الصح لعب مناولة جميلة مميزة لأن لعب ياب حسن في اللقطة الماضية وبالتالي نقطين والآن نقطين بالمقابل لأن لعب سي بي لاعب فريق نادي الزاخ تقليص الفارق صارت واحد واربعين مقابل سبعة وثلاثين في الكواتر الثاني من جديد المحاولة رمية ثلاثية الله 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 لنادي دفاع الجوي حم يتألق محمد أمين اللاعب الفنان ويسجل ثري بوينت في اللقطة الماضية مع أيضا ردد فعل نضال غانم مدرب فريق نادي الدفاع الجوي هذا هو إيساك بينغيز لاعب والمحترف الأمريكي لنادي زاخو لاحظ لعادة دفاعات نادي الدفاع الجوي محكمة في الكوارتر الثاني عكس الكوارتر الأول ومع ذلك نشاهد نشاط راع ومميز للعابين فريق نادي الدفاع الجوي من الناحية الهجومية من جديد الآن فاور الشور الثاني لإيساك بينغيز ينجح برافو قلص الفارق إلى خمس نقاط من جديد المحاولة اللي يحم نادي الدفاع الجوي لدينا دقيقتير واربعين ثانية على النهاية للشوط الأول للكوارتر الثاني هذا تاتي تاتي اليكسيز يحاول ينجح برافو دخول مميز لهذا المحترف الأمريكي سرعا طلاقة وبعد ذلك تسجيل بإتقان نقطين لنادي الدفاع الجوي نادي زاخ محاولة تحت السلة لكن انقطعت الكرة من عادل عباس وبالتالي تسجيل نقطين وقطع الكرة الآن من جديد أخطاء نادي زاخو يستغل يستغل ويكنز ويسجل هذا المحترف الأمريكي نقطين ويصل إلى النقطة خمسين مقابل تسعة وثلاثين برافو للأمريكي نيكولاس ويكنز سجل نقطين على لعب فريق نادي الزاخو الآن الحذر من هذا المحترف الأمريكي وأيضا قلة الأخطاء في اللحظات والدقاق المتبقية من زمن الكواتر الثاني ويكنز رمية إضافية رمية إضافية لهذا المحترف الأمريكي أمام أنظار جماهير نادي زاخو اليوم ليس بذلك العدد الكبير كما تابعنا في المباريات السابقة يبدو هناك زعل من جماهير نادي الزاخو على لعبية الفريق من أجل أيضا المصالح يجب تحقيق الانتصار لكتيبة ميلان في هذه المواجه 51 مقابل 39 دقيقة 52 الثانية على النهاية للكواتر الثاني هذا سيبي سيبي يحاول تحتسل مرات مرات إلى جقر علي رمية ثلاثية ثري بوينت برافو جقر علي الكابتن متر وثمانين سنتيمتر ينجح يسجل يقلص الفارق من جديد المحاولة إلى ويكينز نيكولاس أمام أنظار ومراقبة الجمائير ينادي الزاخو تريد تأثر على هذا الأمريكي يحاول الآن رمية ثلاثية لكن حمو حمو ريباوند جميل مميز تابع سجل وضعف النتيجة بالوصول إلى النقطة 53 مرات لم ينجح لم يسجل أيضا قل عطاه مرات في الكوارتر الثاني أكس الكوارتر الأول ظهر زاخو بقوة قدم مباراة كبيرة لكن خبرة هذا اللاعب المميز زياب حسن وخبرة حمو وفريد راعده إلى جانب ويكا زوتاتي ضاعفت النتيجة حقق دفاع الجوي تقدم بـ 53 مقابل 42 النقطة المدرب الصر بميلان ماذا سيفعل في الكوارتر الثالث ورابع من أجل الوصول إلى الانتصار الأهم في تاريخ مشاركة هذا الفريق في هذا الموسم من أجل الوصول إلى المربع الذابي سيبي يحاول سيبي تحت السلة يحاول هذا الأمريكي إلى إيساك رمي الجقر علي الثلاثية لم تصل متابعة تأتي من لاعبي فريق النادي الدفاع الجوي رعدي فريق يعيدها إلى تأتي لحظات قليلة تفصلنا عن نهاية الكوارتر الثاني نهاية الشوط الأول أحبتي متابعي ومشاهدي قناة رابع سبورت في كل مكان رمي ثلاثية أبرافو ينجح يسجل يضاعف النتيجة 56 مقابل 42 مع نهاية الكوارتر الثاني نهاية الشوط الأول لصالح فريق النادي الدفاع الجوي 56 مقابل 42 لنادي زاخ إذن أحبا اهلا بكم محبتي متابعي ومشاهدي قناة رابع سبورت في كل مكان مع حداث الكوارتر الثالث انطلاقة الشوط الثاني من لقاء فريق نادي زاخو أصحاب القمصان الحمراء بمواجهة الدفاع الجوي أصحاب القمصان الزرقاء الموشح باللون الأصفر في قمة السلوية العراقية في الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة دوري وان اكس بيت للسلة حصريا أبرى قناة رابع سبورت من صالة زاخو بمدينة دوك تركنا الكوارتر الثاني الشوط الأول بتفوق فريق نادي الدفاع الجوي بخمسة وخمسين نقطة مقابل اثنين واربعين نقطة لفريق نادي الزاخو في الكوارتر الأول كانت الثلاثيات حاضرة من طرفي المواجهة كان لزاخو أو الدفاع الجوي لكن الكوارتر الثاني انتفض نادي الدفاع الجوي واستطاع من قلب الطاولة قلب النتيجة قلب التأخر إلى تفوق ومن ثم الوصول لهذا الاسكور وبالمقابل فريق نادي الزاخو يجب عليه تصحيح المسار في الكوارتر الثالث ورابع من أجل حسم هذا اللقاء وتحسين موقع من أجل بقاء المنافسة على المركز الرابع في المربع الذهبي لدي صراع قوي مع اندية دجلة ودفاع الجوي والشرطة وبالتالي هذا الفريق مطالب بتحقيق الانتصار لدي مواجهة قوية من العيار الثقيل مع نادي الشرطة يوم الثلاثة المقبل ومع فريق نادي دجلة يوم الجمعة السبع أمين أحم لعب المميز في تشكيلة الدفاع الجوي إلى جانب فريد رادي إلى جانب ياب حسن والمحترفين ويكنز نيكولاس ويكنز وتاتي أليكسيس تألق واضح لكتيبة المدرب النظار غانم بالمقابل المدرب ميلان والاعتماد على مراد علي وعلى جيقر علي وإيساب بنقز وسيبي ومحمد محسن في الكواتر الأول وث 56 مقابل 43 حم على التنفيذ ينجح يسجل النقطة 57 هذا اللقاء اللقاء يقود طاقم التحكيم الثلاثي جميع يحمل الشهادة الدكتورة دكتور علي السموم والدكتور محمد حسن شعلان والدكتور مؤند جواد مراقب الفني الكابتن جواد حسن على الطاولة وسام محمد كمسجل وسنار الصفاء مساعدة مسجل قهرمان نادر على 24 ثانية وديليار زينل الحكم على الطاولة كميقاتي من جديد المحاولة نادي الدفاع الجوي إيهاب حسن إيهاب إلى رعدي منولات للدفاع الجوي إيهاب 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 لم ينجح في اللقطة الماضية ريباوند من إيساك إلى سيبي سيبي مناولات دخول لجوغر علي من جديد نادي الزاخ ورمية ثلاثية ثري بوينت يلكر السيبي اثنين وثلاثين رقم هذا اللاعب من موليد الف سيمية وتسعة وثمانين متر أو سبعة وثمانين سمتي متر طول هذا اللاعب نجاح تنص ثلاثية خطف ثلاثية في اللقطة الماضية هنا ياب حسن راحت إلى حمو حمو دخول تحت السلة ينجح برافو سجل سجل نقطتين هذا المتألق اللاعب المميز محمد أمين عبدالخالق الملقب بحمه سبعة وعشرين سنة متر وخمسة وثمانين سنتمتر طول هذا اللاعب سجل نقطتين ولدي رمية إضافية اللاعب المتألق لنادي الدفاع الجوي أحم حمو على التنفيذ رمية إضافية لهذا اللاعب لم ينجح لم يضيف النقطة الثالثة نجح تحت السلة سجل نقطتين هنا جيقر علي إلى اللاعب إيساك إيساك الأمريكي لم ينجح ريباون تحت السلة برافو إيسوك ويسجل نقطتين هذا المحترف في الأمريكي استغل طول القامة نجح سجل يعني طول مترين نجح وسجل نقطتين واعتقد هناك رمية إضافية لهذا تسعة وخمسين مقابل خمسين فارق تسع نقاط هل ينجح بالوصول إيساك إلى النقطة واحد وخمسين لم ينجح لكري باون تابع الكرة محاولة دخول سيبي نجح سيبي إذن من هذه المحاولة أربع نقاط لصالح نادي إيساك نقطتين وعاد سيبي وتابع وسجل نقطتين لفريق نادي إزاخو من جديد المحاولة جقر علي ضغط من حمه إلى سيبي سيبي نشط هذا اللعب في الكوارتر الثالث مراد علي غابة في الكوارتر الثاني اللي يحضر بقوة في الكوارتر الثالث كما فعله في الكوارتر الأول أد ما تألق هذا اللعب الشاب مراد علي من مواليد ألفين متر واثنين وتسعين سنتيمتر طول هذا اللعب شوف الصراع القوي مع الخبرة محمد ضياء مهدي لاعب مميز في تشكيلة نادي الدفاع الجو الآن مراد علي مراد ينجح يسجل فهو الشوت أول قلص الفرق إلى ست نقاط ولدينا ست دقائق وثلاثة واربعين الثانية على نهاية الكوارتر الثالث أمام انظار هذا الصر بميلان مراد رمية الثانية برافو نجح سجل الأولى نجح والثانية بامتياز أستطاع مراد من تقليص الفرق رمية ثلاثية لن تصل ريمان دفاعي إلى سي باي سي باي إلى جيقر علي الكابتن لنادي الزاخو رمية ثلاثية أمريكية بدا 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 هذا الأمريكي سي باي يسجل كما سجل إيساك كما سجل مراد علي تألق لنادي زاخو فرميات الثلاثية وتقليص الفارق إلى نقطين مع انطلاقة الكوارتر الثالث نار نار الكوارتر الثالث بأداء رهيب من طرفي المواجهة للدفاع الجوي ونادي زاخو هذه اللقطات الجميلة مع التايم آوت في هذه اللحظات هنا تألق مراد علي اللي تألق في الكوارتر الأول لكن غاب في الثاني وحضر الآن يبدو بشكل قوي مع انطلاقة الكوارتر الثالث من زمن هذه لقطات جميلة لسي بي إذن تايم آوت لفريق نادي الدفاع الجوي في هذه اللحظات توجيهات الكابتن نضال غانم مدرب فريق نادي الدفاع الجوي لقاد الفريق في المرحلة الثانية بدلاً عن الدكتور حسين علاء لكانت أيضاً انطلاق تقوية مدرب المعروف على مستوى كرة السلة العراقية الدكتور حسين علاء وأيضاً في المرحلة الثانية الكابتن نضال غانم ستة انتصارات متتالية لفريق نادي الدفاع الجوي وأيضاً الفوز في آخر لقائين هناك في صالة بلادي في مدينة كاركوك على غاز الشمال بمئة وثلاثين نقطة مقابل واحد وستين وعلى نفط الشمال بمئة نقطة مقابل تسعة وسبعين وبالتالي هذه النتائج خلت فريق نادي ويقفز إلى الترتيب الثالث اثنين وعشرين مباراة الانتصار في سبع طعش والخسارة في خمس مواجهات هذا السيبي بيلقر السيبي ينجح برافو معادلة النتيجة الآن تسعة وخمسين تسعة وخمسين التعادل يحضر في الكوارتر الثالث برافو للاعبين نادي ساخو معادلة النتيجة مع انطلاقة الكوارتر الثالث حلوى لهذا الفريق قدم أداة جيد حتى الآن من خلال الانطلاقة في الكوارتر الثالث حكس الكوارتر الثاني تراجع لكن البداية في الفترة الأولى كان فريق مميز هنا تاتي تاتي أليكسيز المحترف الأمريكي رمي أولى لهذا اللاعب ينجح يسجل تاتي بديلاً كان للمحترف اللي لعب في المرحلة الأولى ريكي يونغ رمي الثانية لتاتي هل ينجح هل يسجل النقطة 61 بالفعل نجح تألق أبدأ سجل هذا المحترف الأمريكي تاتي أليكسيز سجل نقطين رمي أولى ناجحة فهو الشو الثاني بامتياز من جديد محاولة جقر علي جقر إلى مراد إلى إيساك الأمريكي ينجح ينجح لكن هناك صافرة قبل أن تصل الكرة إلى السلة لإيساك منغز إيساك هذا المحترف الأمريكي في صراع مع تاتي مراقبة منتومان رجل لرجل في اللقطة الماضية يقطع الكرة لانحمه لكن الحيازة ما زالت لصالح لاعبي فريق نادي الزاخو وسط حضور جماهير جيد لأنصار وعشاق فريق نادي الزاخو أبناء الخابور المساندة في كل المباريات منذ انطلاقة هذا الموسم كل المباريات عندما كان التجمع الأول في هذه الصالة الله 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 على ثريت بوينت في اللقطة الماضية يساك يتألق الأمريكي يقلب الطاولة الوصول للنقطة 62 مقابل 61 فارق نقطة الآن مع ردة فعل للدفاع الجوي لإيام حسن إيهاب غاب كثيرا في الكوارتر الثالث ولكن عندما يعود إيهاب تتغير النتيجة يتغير السكور لكن الآن هذه الفترة فترة إيساك رميها مرافو ينجح يسجل إيساك مينغس المتألق في هذه المباراة سجل نقطتين 64 مقابل 61 من جديد المحاولة إلى تاتي محترف في الأمريكي تدخل قوي من سيبي محمد أمين عبدالخالق إلى تاتي جميل هذا الموسم إثارة الندية مع ردد فعل الدفاع الجوي بنقطتين اللي تاتي شيء جميل تنافس على المربع الذهبي بين ستة أندية وبالتالي الحشد الضمان بالوصول النفط نسبة كبيرة بالوصول دفاع الجوي في حال الانتصار اليوم يأمن بنسبة كبيرة الوصول يعني خلاص الدفاع الجوي يحسن موقفه في اللقاء الأخير والانتصار وبالتالي تهل رسميا إلى المربع الذهبي وأيضا الشرطة لدي مبارتين متبقية ساخو أيضا لدي مبارتين متبقية وفريق دجلة الجامعة لدي ثلاث مباريات أو أربع مباريات متبقية لفريق نادي دجلة ثلاث بوينت أبرافو إيساك إيساك بينغس يتألق يسجل اللاعب المميز ثاني موسم على التوالي نادي زاخو سجل نجح طلب الطاولة سوعة ستين مقابل ثلاثة وستين للدقاء وخمسة وعشرين ثانية جزء الثاني من لاحة الترتيب الدوري العراق الممتاز تبدأ من الترتيب السابع راز الشمال الثامن الكارخ التاسع الكهرباء العشر نفط الشمال الحادي عشر الحلة والثاني عشر التضامن بعد انسحاب نادي القوج محاولة لصالح فريق نادي الدفاع الجوي ويكنز قل مستوى هذا اللاعب في الكوارتر الثالث مراد علي مراد لكن يبدو هناك خطأ ضد مراد لصالح تاتي في اللقطة الماضية ثلاث دقاء ويكنز مراد ويكنز مراد مراد في كل مكان دوري وان اكس بيت لسلة حصرية عبر الشاشة الملتقالية شاشة رابع سبور من جديد تاتي لمسات امريكية الى ايهاب دخول ايضا لحمزة محمد برقم خمسة حمو يحاول لم ينجح حمزة محمد برقم خمسة دخل قبل قليل في تشكيلة نادي الدفاع الجوي محاول ايساك الى سيبي سيبي الى مراد ثلاثي مرعب في تشكيلة نادي زاقو هنا جيقر علي الكابتن لم ينجح لم يسجل راحت الى ايهاب ايهاب الى حمو مناولات ايهاب تحت السلة خدرات هذا اللاعب البدنية العالية ولكن يخطف ايساك يقدم مباراة كبيرة ايساك الى سيبي من امريكي الى امريكي اوام انظار جماهير نادي زاخو من جديد ايساك الى مراد الى جيقر علي ثلاثية لم تصل للمرة الثانية اخطأ جيقر علي كابتن وقال فريق نادي زاخو وهنا ايضا سيبي سيطر عليها سيبي لاعب فريق نادي زاخو سيبي رمية الثلاثية الله 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 يا مراد اللاعب 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 المميز مراد علي ينجح يسجل مراد يأتي بالمراد للاعبي وجماهير وجهاز الفني لنادي زاخو بثريد بالوصول للنقطة سبعين الله الله على ردة الفعل البغدادية للدفاع الجوي بنكهة امريكية نيكولاس ويكنز يرد على مراد ويسجل ثريد بمسافة بعيدة بطريقة جميلة وبالتالي الفارق الان اربع نقاط في مباراة مثيرة في الكوارتر الثالث غابت الثلاثيات في بداية الكوارتر الثالث لكن مع الوقت المتبقي دقيقة وثمن ثواني شاهدنا مراد علي يتألق من جانب زاخو وايضا اللاعب نيكولاس ويكنز الامريكي من جانب الدفاع الجوي هذا مراد فاورشوت اول ناجح برافو نجح سجل وصل الى النقطة واحدة السبعين لعب مميز كاديات راعة لهذا اللاعب لديه رمية ثانية مراد علي متر واثنين وتسعين سنتيمتر 23 سنة عمر هذا اللاعب نجح بالأولى بامتياز في الثانية وصل للنقطة 73 نمام أنظار هذه الجماهير الحاضرة في صالة زاخو في محافظة ادهوك زاخو النقطة الحدودية العراقية التركية لكن مدينة رياضية وجماهير عاشقة إن كانت لكرة السلة أو كرة القدم أو بقية الألعاب في كل لعبة الجمهور حاضر بكثافة بغزارة يتابع ويأزر ويساند فريقة في أصعب الظروف حتى بعد خسارته في المباراة السابقة لكن هذا الفريق حضر حضر بقوة اليوم ويأزر فريقة في هذه المواجهة والتقدم 73 66 هيساك بينغس لم ينجح في رمية الثلاثية في اللقطة الماضية 25 ثانية فقط الوقت المتبقي على نهاية الكويتر الثالث أهلا بكم من جديد أحبتي متابعي ومشاهدي قناة الرابع سبورت في كل مكان مع أحداث الكويتر الرابع والأخير من لقاء القمة بين الزاخ وأصحاب الضياف وأصحاب القمصان الحمراء بمواجهة الدفاع الجوي الفريق المميز ذو الإمكانيات العالية من محليين ومحترفين تركنا الكويتر الثالث بتقدم أصحاب الضياف نادي الزاخر 72 مقابل 66 لفريق نادي الدفاع الجوي فاورشوت لويكنز أو تاتي هذا تاتي إليكسيز ورقم 20 في تشكيلة نادي الدفاع الجوي ماذا سيفعل هذا الفريق في الكويتر الأخير في آخر 10 دقاق متبقية من أجوار هذه المباراة من أجل قلب الطاولة وتحقيق الانتصار وبالمقابل كتيبة الصربي المدرب لفريق زاخو ميلان والمساعد جوتيار علي وطموح تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل البقاء في دائرة التنافس على البطاقة الرابعة الموهلة إلى المربع الذهبي بلاي أوف رمية الثانية ينجح برافو سجل وصل إلى النقطة 69 تاتي سجل هذا المحترف في الأمريكي فرق ثلاث نقاط إيساك المتألق في الكويتر الثالث الأمريكي إيساك بينقس يحاول دخول تحت السلة إلى جقر علي إلى مراد الله الله على النقطين لفريق نادي زاخو في اللقطة الماضية نجح مراد وسجل نقطين يهابي يحاول تحت السلة إيهاب يرد إيهاب ويسجل نقطين وصارت 71 مقابل أربعة سنة أول لاعب عراقي يحترف في أمريكا الجنوبية في أمريكا اللاتينية في الأورقواي لمدة أربعة أشهر في الصيف الماضي وبالتالي هذا التاريخ يسجل لهذا اللاعب المميز اللي أيضا اتلقى عدة عروض من أندية عربية وخليجية قبيل انطلاقة بطولة الأمدية العربية في الكويت اللي شارك فيها نادي ديجلة الجامعة ووصل إلى الدور ربع النهاي تسجيل تسجيل نقطين لويكنز في اللقطة الماضية هذا الأمريكي كما قلت صراع أمريكي ثنائي موجود ثنائي اللاعب ويكنز وتاتي من الدفاع الجوي ثنائي زاخو إيساك بنغز وسيبي هذا ويكنز سجل نجاح الكرسيبي لعب المميز الأمريكي لفريق نادي الزاخو وبالتالي ستة وسبعين مقابل ثلاثة وسبعين حلوة لفريق نادي الزاخو في الكويتر الثالث التألق وفي الرابع بداية صح لكن الدفاع الجوي بدأ 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 يعود من خلال تحركات تاتي ويكنز ياب وأيضا يعني أكيد راح يتواجد فريد رادي وحمه إلى جانب بقية الأسماء في تشكيلة الكابتن نضالغا هذا سيبي سيبي المحترف الأمريكي إلى مراد مراد إلى محمد ضياء بديل في الكويتر أرابع الله على مراد الله على أمكانية مراد نجح مراد علي تألق هذا المميز تفنن أبدأ وبالتالي وصل إلى النقطة 78 سجل نقطتين بإتقان بتركيز علي اللعب مراد علي لعب اللي يحمل رقم 9 لكن دخول للعب رقم 5 محمد ضياء متر وستة وستين سنتيمتر من مواليد ألف وستعمائة وستة وتسعين لم ينجح في اللقطة الماضية وبرافو لسيبي وسط أيضا تصفيق من جماهير زاخو على اللقطة الدفاعية لسيبي استخلاص الكرة من إيهاب حسن في اللقطة الماضية هنا تأتي وأيضا ويكنز أمام أنظار هذا المدرب نظار غانم نادي الحجد الشعبي في الصدارة 23 مباراة فوز في 17 خسارة 6 النفط الثانية 20 مباراة لديه ثلاث لقاءات مؤجلة فريق نادي النفط هذا الفريق المميز اللي قدم مباراة كبيرة صحيح خسر مع نادي رياض اللبناني لكن قدم مباراة على مستوى عالي أنهى الشوط الأول لصالحة لكن أخطاء بسيطة أثرت على الفريق مع الإصابات وبالتالي فقد انتصاب ثمين هناك في العاصمة اللبنانية بيروت في يوم جميل ومميز للمحترف من الدومينيكان سوسا رفايل أدقار سوسا اللي تألق مع كتيبة خالد يحياء الكتيبة النفطية في تلك المواجهة وسجل واحد واربعين نقطة في أعلى سكور ليس فقط في بطولة وصل اتحاد غرب أسيا لكن في آخر المواجهات في تلك الصالة في العاصمة اللبنانية أول لعب يسجل أكثر من أربعين نقطة سكور عالي للسوسا في كرة السلة في بطولة غرب أسيا من جديد من جديد نادي زاخو إلى جقر علي إلى مراد جقر علي الشقيقة مراد علي والشقيقة الآخر محمد علي لديهم أيضا الأشقاء الثلاثة عمران إبراهيم سفيان إبراهيم ومروان إبراهيم كل التوفيق لآل علي ولآل إبراهيم في تشكيلة نادي زاخو إلى جانب بقية الأسماء المتواجدة في هذه المجهة من جديد سيبي سيبي إلى جقر إساك الأمريكي عادل ينجح عادل عباس قادم من نادي دجلة الجامعة السبق واللعب مع نادي نفط البصرة يسجل نقطتين مع فرحة الجهاز الفني وجماهير نادي زاخو بالوصول إلى النقطة ثلاثة وثمانين مقابل ثلاثة وسبعين صار الفارق عشر نقاط والوقت المتبقي أقل من ست دقائق خمس دقائق واثنين وخمسين ثانية مع تايم آوت وقت مستقطع مع هذه اللقطة جميلة لللاعب المميز البديل عادل عباس برقم 12 مترين واثنين سنتيمتر من مواليد الف ساعمية واربعة تايم آوت ميلان والحديث مع اللاعبين توجيهات تعليمات وأيضا الكابتن نضال غانم توجيهات للاعبين كورتر أحاسم أقل من ست دقائق على حسم هذه المباراة الكبيرة في المستوى الفني بالحضور الجماهيري بطاقم تحكيم على المستوى قدم مباراة كبيرة بوجود الخبرة واحد من أقدم حكام دوري العراق الممتاز دكتور علي السموم إلى جانب أيضا دكتور محمد حسن شعلان والدكتور مهند جواد المراقب الفني جواد حسن على الطاولة والسام محمد كمسجل والسنار الصفاء مساعدة مسجل وعلى 24 ثانية قهرمان نادر والميقاتي ديلير زين هذا هو حمو إلى جانب إيهاب ورعدي وأيضا وجود ويكنز وتاتي هذه تشكيلة المدرب نظار غانب في الكوارتر الرابع هنا حمو حمو يحاول استقبال الكورم الرعدي فريد الرعدي إلى حمو محمد أمين عبدالخالق إلى ويكنز الأمريكي هنا ولات للدفاع الجوي أحدا دية بغداد رمية الثنائية لكن لم تصل في اللقطة الماضية رحت إلى سيبي ردت فعل من اللاعب أيضا إيساك في اللقطة الماضية إيساك أعاد الكرة من جديد إيساك كانت كرة بعيدة مناولة كانت من سيبي لكن إيساك نجح في إعادة الكرة إلى مراد علي هذا المتألق في تشكيلة نادي الزاخو حيازة حيازة تنتقل لدفاع الجوي رادي إلى تاتي أليكسس الأمريكي نادي الدفاع الجوي محاولة الدخول تحت السلة ضغط عالي من لعبين نادي الزاخو ضد هذا المحترم في الأمريكي اللي حصل على رميتين 73 مقابل 83 فارق 10 نقاط لكن في أي لحظة يعود نادي الدفاع الجوي لتقليص الفارق وقت كبير في عالم كرة السلة 5 دقائق و 6 ثواني ببعض الأحيان الزاء من الثواني تغير نتيجة ومسار المباريات في عالم كرة السلة 73 من قابل 83 تأتي الأمريكي رمية أولى لم ينجح لم يسجل تأثير جماهير الزاخو من خلال الصيحات على هذا اللعب على هذا المحترف الأمريكي هكي التأثير سلبي في فقدان التركيز لديه رمية ثانية هل ينجح هل يسجل أيضا لم ينجح لم يسجل ريبون دفاعي من إيساك بينغيز إيساك إلى سيبي بيلكر سيبي الأمريكي الثاني يحاول يدخل ويسجل مرافو دخول مميز سجل تحت السلة بنقودين جميلة هذا المحترف الأمريكي ضاعف النتيجة بالوصول إلى 85 مقابل ويسجل ثلاثة ويسجل راب لسيبي يتألق المحترف الأمريكي وسجل نقطين بمجهود فرد راع مميز أكيد محترفين إضافة قوية لكل فريق من الفرق المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لهذا المميز كثرة المحترفين تطور للأندية تطور ليدوري العراقي الممتاز وأيضا تطور على مستوى اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني العراقي في الاستحقاقات الخارج 85 مقابل 74 رمية الثانية لتاتي أليكسيز ينجح يسجل صارت 75 مقابل 85 ما زال الفرق 10 نقاط سيبي إلى جيقر إلى إيساك إلى مراد مناولات جميلة للعبين نادي الزاق سجل الأمريكي ضاعف النتيجة 87 75 تهلق هذا اللعب كثيرا في لقاء اليوم في الكواتر الأول وأيضا اتألق في الكواتر أرابع بشكل كبير قل مستوى تقريبا في الكواتر الثاني وهنا حكم اللقاء دكتور علي سمو جيقر علي كابتن وقاء فريق فريق نادي الزاق من مواليد 182 متر وثمانين سنتيمتر طول هذا اللعب تأتي على التنفيذ أكثر اللاعبين لنادي الدفاع الجوي تسديد للفاور شوت في الكواتر الرابع ينجح يسجل يقلص الفارق عند رمية ثانية اليصل إلى النقطة 77 إلى تقريص الفارق إلى 10 نقاط الآن لدينا دعش نقطة الفارق رمية ناجح برافو نجح سجل سجل تاتي مرة 200 وقبل أيضا رمية 200 محاولة خطأ من سي بي إلى ويكنز رمية ثلاثية ثري بوينت ينجح تاتي يتألق أليكسيز سجل هذا المحترف الأمريكي برافو ثري بوينت وبالتالي سبع نقاط الفارق مع الوقت المتبقي أربع دقائق على نهاية الكورتر أرابع والأخير من قمة الزاخو والدفاع الجوي أكيد أكيد تايم آوت الآن المدرب ميلان شاف فريقة راجع بمستوى وقل الاسكور وبالتالي تقريص الفارق من قبل الدفاع الجوي طلب وقت مستقطع لمعالجة الهفوات وتصحيح الأخطاء والبقاء في التفوق وكسب الانتصال هنا تأتي المتألق في هذه المباراة تألق كثيرا في الكورتر الرابع في تشكيلة نادي الدفاع الجوي مباريات على مستوى كبير غدا أيضا لقاء سيجمع نادي نادي غاز الشمال مع نادي دجلة جامعة يوم الثلاثة مواجهتين زاخو مع الشرطة هنا في هذه الصالة ونفط الشمال يستضيف دجلة جامعة في صالة بلادي في مدينة كارتوك واللقاء الحاسم والأخير لنادي زاخو يوم والجمعة مع فريق نادي دجلة جامعة يوم والجمعة المقبل في هذه الصالة لكن اللقاء نقول عنه مصيري يعتمد على نتيجة مباراة اليوم لأن الخسارة تقلل من حفوغ فريق نادي زاخو لكن الفوز راح يخليه أمام مواجهتين ذعياء الثقيل أمام الشرطة ونادي دجلة جامعة من أجل الوصول إلى المربعة نادي زاخو إيساك إيساك إيسجل نقطتين برافو لهذا المحترف الأمريكي تسعة وثمانين مقابل الثمانين فارق تسع نقاط تأتي إلى ويكنز رمية ثلاثية لكن بعيدة لم تصل وبالتالي إهدار النقاط من قبل هذا اللعب ويكنز نيكولاس ويكنز قال عطاه هذا اللعب في الكوارتر الرابع بداية كانت مميزة في الكوارتر الأول من جديد تحت السلة عادل عادل عباس لكن هناك خطأ وصافرت الحكم الدكتور علي سموم إيقاف اللعب حديث ونقاش الكابتن عادل عباس لعب نادي الزاخو مع الدكتور محمد حسن الشعلان الحكم الثاني في هذه المباراة وهناك الحكم الثالث الدكتور مهند إجواد طاقم التحكيم على مستوى علي يقود هذه المباراة مباراة جميلة بأحداثها الفنية بتسجيل النقاط بالثلاثيات بالثنائيات بامتياز اللاعبين المحترفين وأيضاً عطاء اللاعبين المحليين في زاخو تألق مراد علي وجقر علي وأيضاً مع الدفاع الجوي اللاعب حمو تألق إلى جانب فريد الرعدي لكن إيهاب اليوم أكثر من علامة استفار على مستوى اللاعب المميز إيهاب حسن لم يظهر كما ظهر في العديد من اللقاءات لساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الانتصارات على غاز الشمال بنتيجة مئة وثلاثين واحد وستين وعلى نفط الشمال بمئة نقطة مقابل تسعة وسبعين لقطات جميلة جهود متميزة من فريق العمل من مخرجين فنيين مصورين في صال الصورة عبر قناة الرابعة سبورت في هذا النقل المباشر من صالة الزع فوشوت رمية أولى لتاتي أليكسيز ينجح يسجل يقلص الفارق إلى ثمان نقاط لدينا ثلاث دقاق وثمونتعش ثانية على النهاية نهاية هذه القمة السلوية الشمالية البغدادية زاخو يستضيف الدفاع الجوي فوشوت ناجح برافو ينجح سجل كانت رميتين مع حياز لصالح فريق نادي الدفاع الجوي هذا التاتي الأمريكي تألق سجل نقطتين هو أكثر وأفضل المسجلين بالنسبة للدفاع الجوي في الكوارتر الرابع هذا المتألق المحترف الأمريكي دخول أيضا لاعب سبع أحمد جمعة في تشكيلة نادي الدفاع الجوي 26 سنة متر و86 سنتيمتر طول هذا اللعب الذي يحمل رقم سبعة هنا إيهاب إيهاب صراع قوي صراع فنائي على إيهاب من جقر علي ومراد علي على إيهاب حسن في اللقطة الماء فعال هذا اللعب على الحالة السابقة حكم اللقاء احتسب حيازة لصالح فريق نادي زاخو اتقال إلى السيبي إلى مراد مراد إلى الشقيقة جيقر علي من جديد لكن مقطوعة من رعدي فريد رعدي في اللقطة الماضية حصل على خطأ حكم اللقاء الدكتور علي السموم دقيقتين و56 ثانية على نهاية هذه المباراة هل يفعل فريق نادي زاخو ويصل إلى الانتصار 14 مقابل 7 هزام في هذا الموسم ويتبقى له مواجهتين مع الشرطة مع دجلة جامعة بانتظار ماذا سيفعل نادي دجلة جامعة من خلال اللقاءات المتبقية لهذا الفريق فريق أيضا يمتلك أسماء كبيرة اللاعبين محليين ومحترفين وداخل بقوة في هذا الموسم بعد الوصول إلى ربع نهاية بطولة الأندية العربية التي جرت هذا العام في دولة الكوري توقف في هذه اللحظات كان اللاعب مراد علي اللاعب المميز 23 السنة في تشكيلة فريق نادي الزاخو وهنا تاتي اللي قدم واحدة من أفضل الفترات لهذا اللاعب مع تراجع مستوى هذا اللاعب ويكينز سي بي يحاول سي بي المحترف الأمريكي لنادي زاخو سي بي تحت السلة لكن تدخل قوي كان ضد اللاعب محمد علي البديل برقم عشرة محمد علي متر تسعين سنتيمتر من مواليد 2002 هذا الثالث موسم للعب محمد علي في تشكيلة فريق نادي زاخو من جديد محاولة بالخطأ من إيساك المحترف الأمريكي يخطأ حيازة تنتقل لنادي الدفاع الجوي دقيقتين و41 ثانية يجب التركيز العالي يجب استغلال الفرص تسجيل النقاط مضاعفة النتيجة لزاخو وأيضا تحسين النقاط والاسكور لإدفاع الجوي قبيل النهاية برافو إيهاب سجل نقطتين طلص الفرق ممتاز إيهاب تحت السلة أضاف نقطتين بالوصول للنقطة 85 فرق أربع نقاط مع تايم آوت وقت مستقطع دقيقة واحدة 60 ثانية في هذه اللحظات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن نهاية تايم آوت الوقت المستقطع الفرق أربع نقاط في قمة الزاخو والدفاع الجوي الصراع الوصول إلى المربع الذهبي منافسات البلاي أوف يقترب وبالتالي هذه المباريات راح أكيد تكون قمة من أجل حسم أربع بطاقات مؤهلة إلى المربع الذهبي نادي الدفاع الجوي في المواجهة الأخيرة لهذا الفريق في هذا الموسم بمواجهة الزاخو اللي لديه مبارتين متبقية أمام الشرطة الثلاثة وأمام دجلة الجامعة يوم والجمعة المقبل هنا سي بي بيلكر سي بي على التنفيذ فاور شوت رمية أولى لم ينجح لم يسجل وأيضا حيازة لصالح فريق نادي الزاخو في اللقطة الماضية مراد علي مراد إلى جقر جقر علي كابتن الفريق أكبر أكبر اللاعبين سنة في تشكيل نادي زاخو في هذه المباراة محاولة من جيقر لكن أيضا تدخل يأتي من ويكنز نيكولاس ويكنز هذا المحترف الأمريكي واجبات دفاعية أكثر مما هي يجومية لهذا اللاعب في الكوارتر الرابع من جديد سيبي سيبي رشاقة هذا اللاعب إمكانيات دخول تحت السلة لكن لم ينجح ريبان دفاع من إيهاب حسن إيهاب الأحمو نادي الدفاع الجوي استغلال الدقاق المتبقية من أجل التركيز العالي والوصول للتعديل أربع نقاط من أجل التعديل ونادي زاخو قابق وسين أو أدنى من تحقيق انتصار الثمين دقيقة وثلاثة وخمسين الثانية توقف في هذه اللحظات هنا إيساك أبينغس المحترف الأمريكي المميز في لقاء اليوم جماهير نادي الزاخو كل واقف من أجل متابعة مراقبة الدقاق المتبقية من أجوار هذه المباراة شوف الإعادة في اللقطة الماضية صراع قوي صراع بدني ومهاري على المستوى من جديد إيهاب إيهاب يحاول إيهاب حسن لكن مخالف ضد هذا اللعب حكم اللقاء مهند جوان ضد اللعب إيهاب حسن باللقطة الماضية أضع نقطين إيهاب بالتالي خطأ شوف التدخل الآن كان ضد اللعب محمد علي في اللقطة الماضية وبالتالي إيهاب تسبب في خطأ وأيضا فقدان نقطين في غاية الأهمية كان فريق محتاجها في اللحظات الأخيرة من زمن هذه المباراة الكل يتفاعل جماهير نادي الزاخو جماهير الدفاع الجوي ثري بوينت بلقطة جميلة من مراد مراد علي يأتي بالمراد ويسجل ثري بوينت لفريق الدفاع الجوي لا ردت الفعل برافو تاتي سجل للدفاع الجوي يرد يرد على مراد الأمريكي ويسجل ثري بوينت ويقلص الفارق إلى أربع نقاط نين وتسعين ثمانية وثمانين دقيقة وستة عش ثانية على النهاية في مباراة مثيرة بتفاصيل الفنية وأيضا اللمسات الحاضرة من خلال رميات الثلاثي هذا التاتي إلى جانب حمو ويهاب حسن وويكنز دقاق متبقية قليلة على النهاية لكن بالمقابل مراد علي جقر علي ومحمد علي إلى جانب ساك وسيبي في مسأة لتحقيق الانتصار التوجيهات الكابتن نضار غانم للاعبه في الدقاق المتبقية دقيقة و16 ثانية حاسمة من أجل الوصول لمعادلة النتيجة أو تحقيق الانتصار ونهاية المشوار لفريق نادي الدفاع الجوي بالتاهل إلى المربع الذهبي مع خاتمة اللقاءات لكن بالمقابل نادي زاخو إذا ما أراد التاهل علي أن يحافظ على النتيجة من أجل استمرار الحفوظ لدي مبارتيا مع الشرطة مع دجلة جامعة للحسب توجيهات المدرب ميلان المدرب الصربي المدرسة الصربية التدريبية حاضرة في هذا الموسم ميلان مع الزاخو وأيضا مدرب الصربية آخر يقود سلة نادي الكرخ في هذا الموسم هنا حديث بين سيبي وإيساك بينغيز حول الدقيقة و16 ثانية المتبقية أكيد مباراة اللقاء ومن ثم هل يتم احتساب حالة أو خطة في اللقطة الماضية دكتور علي سموم حكم اللقاء حيازة لمصلحة فريق نادي زاخو باللحظات الأخيرة الحاسمة الثمينة دقيقة و16 ثانية على النهاية من جديد إيساك تدخل قوي من حمو في اللقطة الماضية لكن أيضا الحيازة لأبناء الخابور لنادي زاخو أيضا نرحب كل الترحيب بجماهير نادي زاخو اللي تابع جواظ المباراة وكل جماهير البغدادية اللي ساند والشجع فريق نادي الدفاع الجوي إذن دقيقة حاسمة 60 ثانية حاسمة في هذا الصراع البغدادية الشمالي في الدوري العراق الممتاز لكرة السن إيساك إيساك النقطين إبرافو لهذا المحترف الأمريكي مع تفاعل جماهير زاخو بتسجيل نقطين بالوصول للنقطة 94 مقابل 88 49 ثانية تألق إيساك منغس وسجل نقطين وأيضا رمية إضافية هل يسجل نقطة ثالثة هل يضيف نقطة ثالثة من فاورشوت من رمية ثالثة إضافية ينجح يسجل برافو سجل ثلاث مقاط من هذه محاولة نقطين تحت السلة ورمية إضافية الأمريكي ساك أبنك طول مترين نجح سجل وضعف النتيجة بالوصول إلى 95 مقابل 88 زادت الأمور تعقيدا على الدفاع الجوي لكن بدأ بدأ فريق زاخر شيئا فشيئا يحسم الأمور الإصالحة لكن إيهاب إيهاب على التنفيذ 41 ثانية إيهاب حسن عملاق نادي الدفاع الجوي على التنفيذ شوف إعادة في اللقطة الماضية هناك كانت صافرة موجودة ضد اللاعب سيبي وهنا على التنفيذ إيهاب حسن إيهاب رميتي لهذا اللاعب إيهاب حسن 24 سنة مترين 9 سنتيمتر طول هذا اللاعب هل ينجح هل يسجل هل يقلص الفارق سبع نقاط الفارق الآن إيهاب حسن على التنفيذ حديث لانطاقم التحكيم والمدرب الصربي ميلان على الحالة السابقة التي حصلت استيناف اللاعب الآن إيهاب حسن هل يسجل هل ينجح إيهاب لدينا غدا اللقاء يجمع غاز الشمال مع دجلة واليوم أيضا بنفس التوقيت نفط الشمال مع نادي الشرطة رمية إيهاب الأولى لم ينجح لم يسجل أخفق في التنفيذ لدي رمية ثانية إيهاب حسن إيهاب تأثير جماهير الزاخو على دقة التنفيذ وبالتالي لم ينجح لا بالأولى لا بالثانية أخفق إيهاب حسن وصارت الأمور صعبة معقدة على لعبي فريق نادي الدفاع الجوي وقد تكون سهلة للاعبي نادي الزاخو في حسم النتيجة حسم هذه القمة السلوية بفارق كبير قد يصل إلى سبع نقاط لكن لدينا نيان وربعين ثانية مع إصابة لاعب فريق نادي الزاخو في هذه اللقطة تدخل قوي كان من اللاعب ويكنز ضد لاعب فريق نادي الزاخو نتمنى له السلامة والعودة لتكملة المشوار شوفوا لعادة في اللقطة الماضية تدخل قوي من قبل اللاعب ويكنز ضد اللاعب مراد مراد علي هنا إيساك 95 مقابل 88 جيقر علي على التنفيذ رميتين لصالح فريق نادي الزاخو كثرة التوقفات في الدقاق الأخيرة من الكوارتر الرابع لكثرة الحالات التحكيمية والفنية داخل صالة نادي الزاخو جيقر علي على التنفيذ رمية ناجحة أولى بامتياز سجل وصل إلى النقطة 96 مقابل 88 يعني في حال التسجيل خلاص يقترب بشكل كبير نادي زاخو من حسم المباراة 97 مقابل 88 مع تايم آوت وقت مستقطع لمدر فريق نادي الدفاع الجوي الكابتن النظال أغا تفوق لنادي زاخو 97 مقابل 88 لدينا 42 ثانية على النهاية مع وقت مستقطع دقيقة 61 نبقى مع هذه اللقطات الجميلة إلى أيضا لحظة نهاية التايم آوت الوقت المستقطع وحديث لمدرب فريق نادي زاخو الكابتن ميلان وبالمقابل نضال غانم لكتيبة الدفاع الجوي في مباراة الذهاب التي يقيمت في صالة الشعب بالعاصمة بغداد استطاع فريق نادي زاخو من تحقيق الانتصار بفارق 10 نقاط بنتيجة 72 مقابل 62 والآن قاب قوسين أو أدنى فريق نادي زاخو قريب من تحقيق الانتصار في لقاء الإياب ب97 مقابل 88 ولدينا 41 الثاني الوقت المتقل مراد علي واحد من نجوم هذا اللقاء لعب فريق نادي الزاخو برقم 9 إلى جانب هذا اللعب ساك منغس محاولة الإصالح الدفاع الجوي ضغط عالم اللاعبين فريق الزاخو رمية ثلاثية لكن لم تصل في اللقطة الماضية مراد علي يحاول لكن هناك خطأ هناك خطأ توقف في هذه اللحظات مراد علي حصل على الكرة لاعب فريق نادي الزاخو لكن صافرت الحكم مهند جوان أشار إلى وجود خطأ وبالتالي قد يكون هناك تنفيذ رمية تير بالفعل لمراد علي مراد رمية أولى ناجح يسجل هو ثلاثيات يسجل أكيد تحت السلة أو رمية من خلال فورشوت بإتقال بتركيز علي السجل مراد علي الرمية رقم 98 رمية ثانية لم يصل إلى السلة مراد علي لحظات أخيرة حاسمة دخول للعبي فريق نادي الدفاع الجوي لكن مقطوعة وهناك صفرة وخطأ أيضا وفريق نادي الزاخ وخلاص حسن الأمور فارق 10 نقاط لدينا 19 ثانية وأكيد سي بي على التنفيذ راح ينجح أم لا بالوصول إلى النقطة 99 ويضاعف الفارق إلى 11 نقطة سي بي سي بي رمية أولى ناجح براف بهذه رمية إعلان صريح على كسب نادي الزاخ هذه المواجهة وبالتالي نعاش الأمال قبل مواجهة الشرطة يوم الثلاثة المقبل وأيضا مواجهة نادي دجلة الجامعة يوم 17 ثلاثة يوم الجمعة المقبل وبالتالي راح تكون مبارتين يعني هامة ومصيرية لفريق نادي الزاخ من أجل الوصول إلى المربع ذه براف للمدرب ميلان نجح وبالتالي يستطع من كسب الأمور والوصول إلى المئوية 100 نقطة لأبناء الخابور نادي الزاخ مقابل 88 لفريق نادي الدفاع الأنجي